يعني مرة أخرى بحسب تصريحات نيويورك تايمز الصحيفة بخصوص هذه أيضا المعلومات نقلا على المسؤولين الأمريكيين المعلومات الاستخباراتية المقدمة من قبل الطرف الأمريكي هي تساعد في استهداف وفي إغراق هذا الطراد من قبل القوات الأوكرانية أم كما ذكرت هناك وسيلة أخرى تم استهداف هذا الطراد بها إن كانت طائرات مسيرة أو أخرى بالتأكيد يعني معلومات استطلاعية دقيقة حتى استطاعت أن تأخذ إحداثيات هذه السفينة واستهدافها مباشر وطبعا التأكد من قطع الإحداثيات بشكل كبير جدا وعدم مقدرة الطرف الروسي للتصدي لهذه الصواريخ طبعا جاء نتيجة معلومات استخباراتية واستطلاعية قدمتها دولة أخرى لها لأنه طبعا يعني هذه الحرب يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن أوكرانيا لوحدها هي التي تقوم بعملية الاستطلاع وعمليات التقارير الحربية والتقارير عملياتية اليومية وتحديد ما هو العمل في اليوم اللاحق وما هو حجم القوات وما هي طبيعة عملها وأين تتحرك وإلى أين تتحرك